بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في العالمين عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحصاه كتابك وأحاط به علمك أيها العزاء حديثنا كما تعرفون حول قواعد النحو وأن نحو علم بقواعد وبأصول تعصم مراعاتها اللسان عن الخطأ في المقال ويعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء علم النحو يتحدث عن كيفية النطق بالكلمات كلمات في اللغة العربية فالأسماء والأفعال تعرب وفي علم النحو يتبين كيفية الإعراب كما أن هناك أسماء مبنية وأفعال مبنية فإذن الإعراب والبناء هذا كله يجري الحديث عنه في علم النحو وكما لاحظتم في المجلد الأول من كتاب شرح ابن عقيل شرح الألفية ألفية بن مالك كان الحديث عن تقسيم الكلمة إلى ثلاثة أقسام الإسم والفعل والحرف لأن الكلمة إما أن تدل على معنى مستقل في نفسه أو لا تدل على معنى مستقل فإن كانت تدل على معنى مستقل في نفسه إما أن يكون هذا المعنى مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة فعندئذ تعتبر تلك الكلمة فعلا الفعل هذا هو قسم من الأقسام وإن كانت تدل على معنى المستقل في نفسه فهي الحرف فإذن الإسم والفعل والحرف هذه هي أقسام الكلمة كما قال ابن مالك في بداية الألفية كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم فإذن الأقسام ثلاثة الاسم والفعل والحرف ثم الاسم منه معرب ومبني بعض الأسماء مبنية والأصل في الأسماء الإعراب هذا هو الأصل ولكن بعض الأسماء تبنى لشباهتها والحروف كما قال ابن مالك والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني بسبب الشبه الذي يقع في الاسم تجاه الحرف هذا الشبه يسبب البناء لشبه من الحروف مدني ثم بيّن هذه الشباهات ووجوه الشبه قال كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا ذكر أقسام الشباهة وأربع الأقسام التي ذكرها وهناك قسم خامس على كل حال الأسماء تبنى لأجل الشبه بالحروف وهذا خلاف أصلها الأصل في الأسماء هو الإعراب ثم الإعراب بين الرفع والنصب والجر ولا يوجد الجزم في الأسماء والجر مختص بالأسماء علامات الاسم خمسة قال بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز حصل فإذن هذه العلامات مختصة بالأسماء وأول هذه العلامات علامة الجر الجر هذه علامة مختصة بالأسماء كما قال من بعد والإسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم الجر مختص بالأسماء والجزم مختص بالأفعال فإذا أنواع الإعراب في الأسماء ثلاثة الرفع والنص والجر في المجلد الأول تحدث عن المرفوعات وعن المنصوبات المرفوعات تعرفون بأنه الإسم يرفع في عدة مواضع وأهم هذه المواضع أو الأصل والأركان في هذه المواضع أربعة المبتدأ والخبر الفاعل ونائب الفاعل هذه الأربعة الأصيلة الأصيلة في إعراب الرفع وهناك مواضع أخرى أيضا يرفع فيها الاسم مثل اسم كان اسم كان وأخوات كان يرفع ولكن لم يذكر هذا في الأربعان لأنه هو في الواقع بالأصل مبتدأ اسمه كان خبر إن وأخوات إن هذا أيضا من المرفوعات وهكذا اسم لا وما المشبهتين بليس أو مثلا خبر لا النافية للجنس هذه أيضا ولكن هو في الواقع بحالة خاصة يعني لا يظهر بل يكون في التقدير على الأغلب فهناك المرفوعات ثم انتقل الكلام إلى المنصوبات المفاعيل الخمسة المفعول المطلق المفعول به المفعول فيه المفعول معه المفعول لأجله هذه أقسام المفاعيل ثم المستثنى ثم الحال والتمييز هذه هي في الواقع المنصوبات اسمه إن خبار كان وإلى آخرها انتقل الكلام إلى إعراب الجر إعراب الجر وإعراب الجر بالأصالة لا بالتبعية يكون في حالتين في حالة الإضافة الإضافة المضاف والمضاف إليه المضاف إليه يكون مجرورا الجر بالإضافة وهذا ما سيأتي والجر بالحروف الجر بالحروف إذن هناك حالة إعرابية هي حالة الجر وحالة الجر بالأصالة لا بالتبعية إما أن تكون بالإضافة أو تكون بحروف الجر والحديث الآن هو في هذا المجال في هذا القسم الجر بالحروف علينا أن نعرف بأنه هناك حروفا إذا دخلت هذه الحروف على الأسماء تؤثر فيها الجر والإعراب أيها الأعزاء تعرفون الإعراب الإعراب هو بمعنى الحركات والعلامات التي تظهر في آخر الكلمة هذا إذا كان الإعراب بالظاهر أما إذا كان بالتقدير أو في المحل فلا يظهر الإعراب لا يظهر يكون في المحل يكون بالتقدير أصل كلمة الإعراب بمعنى الإظهار الإظهار والإبراز والإبراز كما يقال أعرب عن ضميره يعني أظهر الإعراب بهذا المعنى والكلمات المعربة الأسماء المعربة بالظاهر المعربة بالظاهر يظهر فيها الإعراب فلهذا سميت هذه الحالة بهذا الإسم وتعرفون بأن الإعراب بين الرفع والنصب والجر والجزم كما ذكرنا وذكرنا مواضع الإختصاص طيب الآن نبدأ ببحثنا في حروف الجر المصنف ابن مالك يذكر في هذا المجال في بيان حروف الجر يذكر في هذا الكتاب في كتاب الألفية عشرين حرفا يذكر عشرين حرفا هذه الحروف العشرون يجمعها في البيتين الأولين من هذا البحث يقول هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلاحا شاعدا في عن على منذ منذ ربا اللام كي واو وتا والكاف والبا ولعل ومتى هذه الحروف العشرون جمعها المصنف في هذين البيتين ويقول الشارح بأنه تقدم الكلام سابقا بالنسبة إلى حاشا وعدا وخلا في باب الاستثناء فلا يعاد وأما هناك حروف كي ولعل ومتى يقول الشارح بأنه هذه الحروف قل من ذكرها ولكن المصنف ابن مالك ذكرها ذكر هذه الحروف الثلاثة في ضمن العشرين في هذا البجال بما أن هذه الحروف قل من ذكرها الشارح ابن عقيل يفصل قليلا يبين مواضع استعمال كي بصفتها حرف جر وبالنسبة إلى لعل وبالنسبة إلى متى يذكر تفصيلا فيما يتعلق بهذه الحروف الثلاثة ثم يواصل الكلام بالنسبة إلى بقية الحروف بالنسبة إلى كي يقول المصنف يقول الشارح عفوا بأنه تستعمل هذه الكلمة بصفتها حرف جر في موضعين في موضعين ما هما عندما تدخل كي على ما الاستفهامية تدخل كي على ما الاستفهامية كي ما ولكن تعرفون بأنه ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر تحذف الفها كما نقرأ في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عم بحذف الالف لم نقل لم نقرأ عما عما يتساءل حذفت الالف لدخول حرف الجر عن على ما الاستفهامية أو مثلا قوله تعالى فيما أنت من ذكراها فيما بحذف الالف أو مثلا فبما تبشرون بما تبشرون بحذف الالف هذه قاعدة بالنسبة إلى ما الاستفهامية طبعا ما الاستفهامية لا نتكلم عن ما الموصولة أو ما المصدرية لا ما الاستفهامية وعند دخول حرف الجر عليها هنا أيضا يقال كي ما كي ما بحذف الالف وعندما نقف لأجل أن لا يكون الوقف بالحركة نأتي بهاء السكت فنقول كي ما كي ما يؤتى بهاء السكت في مثل هذه المواضع إذا كنا نريد أن نقف بالحركة والوقف بالحركة لا يجوز فيستعان عندئذ بهاء السكت كي ما فهذا هو الموضع الأول وأما الموضع الثاني عندما تدخل كي على الفعل المضارع جئت كي أتعلم جئت كي أتعلم دقق جيدا هنا لا نقول جئت لكي لا بدون الله جئت كي ثم نقول كي أتعلم لا نقول كي أن أتعلم لا إذا كان الاستعمال بهذه الحالة جئت كي أتعلم يقول الشارح في هذا الموضع نعتبر كي حرف جر جئت لأتعلم كي بمعنى لا للتعليل جئت كي أتعلم وبعد كي تقدر أن المصدرية تقدر أن المصدرية فيقال جئت كي أن أتعلم أن أتعلم يتأول إلى المصدر أن مع ما بعدها يؤولان إلى المصدر التعلم وكي إذا غيرناها إلى اللام جئت للتعلم هكذا يكون المعنى طبعاً بالنسبة إلى كي وفعل الفعل المضارع الفعل المضارع هناك حالات ثلاثة حالات ثلاثة تارة نقول ماذا نقول جئت لكي أتعلم جئت لكي أتعلم ففي هذه الحالة كي مصدرية كي مصدرية لكي أتعلم كي مع أتعلم يؤولان إلى المصدر فيكون التعلم فيكون جئت للتعلم هذه حالة حالة أخرى نقول جئت كي أن تكرمني جئت كي أن تكرمني في مثل هذه الحالة كي حرف جر بلا تردد كي حرف جر بلا تردد جئت كي أن تكرمني جئت لأن تكرمني دققوا في هذه الحالة أن ظاهرة ليست مقدرة أن المصدرية ظاهرة مذكورة فإذن هذه هي الحالة الثاني هذا الاستعمال الثاني وأما الاستعمال الثالث هذا الاستعمال الذي يذكره الشارح وذكرناه قبل قليل جئت كي أتعلم لا توجد لام قبل كي ولا توجد أن بعد كي جئت كي أتعلم في هذه الحالة يوجد خلاف قول ووجه هو الذي اختاره الشارح وقال بأنه ماذا قال بأنه كي حرف جر وتقدر أن بعدها جئت كي أن أتعلم والوجه الآخر أيها العزاء الذي لم يذكره الشارح وهذا هو الأشهر أن نقدر حرف الجر قبلها جئت لكي أتعلم بمعنى أن كي حرف مصدري هنا لا نعتبره حرف جر ف الملخص ملخص الكلام أنه الشارح ابن عقيل قال بأنه حرف كي هذا الحرف يستعمل بصفته حرف جر في موضعين الموضع الأول عندما تدخل على ما الاستفهامية كيمة مثلا الواحد يقول أنا جئت هنا أقول له كيمة يعني لأي سبب هذا الموضع الأول والموضع الثاني إذا دخلت كي على الفعل المضارع لم تسبقها لام ولم تلحقها أن جئت كي أتعلم هذان موضعان وذكرنا أيضا بالهامش بأنه كي عندما تدخل على الفعل المضارع لها ثلاث حالات هذا ذكرناه يعني لأجل الإيضاح أكثر ولكن هناك موضع ثالث تعتبر حرف كي في ذلك الموضع الثالث أيضا حرف جر لم يذكره الشارح ذاك الموضع الثالث هو ماذا عندما تدخل على ما المصدرية تدخل كي على ما المصدرية كما جاء في الشعر إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يراد الفتى كي ما يضر وينفع كي ما يضر وينفع تلاحظون هنا لا نحذف الألف من ما لأن ما هنا ليست استفهام كي ما يضر كي ما يضر ما ويدر الحرف المصدري والفعل المصدري أولان المصدر الضرر لأجل الضرر والنفع يقول هذا الشاعر إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يراد الفتى كي ما يضر وينفع يعني يراد الفتى لأجل الضرر والنفع طبعا هذا بحسب رؤيته فإذا هذه هي في الواقع المواضع الثلاثة المواضع الثلاثة حيث تستعمل فيها كي بصفتها حرف جر نعم أتصور أتصور بأنه المعنى واضح ولكن مرورا على العبارة عبارة المصنف وعبارة الشارح نقرأها سريعا بسم الله الرحمن الرحيم حروف الجر هاك حروف الجر هاك اسم فعل يعني خذ هاك حروف الجر وهي يعني حروف الجر من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على هذه الحروف ثم يستمر مذ منذ رب اللام كي واون وتا وأخيرا والكاف والبا ولعل ومتى لأجل ضبط القراءة قراءة البيت لا تقرأ والكاف والباء لا الباء تحذف همزتها لا تقول والباء والباء والكاف والباء ولعل ومتى لأجل نظم البيت من حيث وزن العروض هذه الحروف العشرون كلها مختصة بالأسماء وهي تعمل فيها الجر تعمل في الأسماء يعني تؤثر فيها الجر وتقدم الكلام على حروف ثلاثة خلا وحاشا وعدا في الاستثناء تعرفون بأنه إذا قلنا ما عدا ففي تلك الحالة المستثنى يكون منصوبا ما بعد ما عدا ولا يكون هذا حرف جر إذا قلنا ما عدا ولكن إذا جئنا بها بدون ما عدا عدا زيد فهنا يمكن أن نجر زيد من بعد عدا وأيضا هناك وجه للنصب هذا مذكور في الاستثناء وقل من ذكر كي ولعل ومتى في حروف الجر قليل من النحات ذكروا هذه الحروف الثلاثة في عوامل الجر فأما كي فتكون حرف جر في موضعين أحدهما إذا دخلت على ما الاستفهامية نحو كيمه أي لمه فما في هذه الحالة استفهامية مجرورة مجرورة محلا لأنها مبنية تشبه الحروف أولا من ناحية الوضع قد وضعت على حرفين ومن ناحية المعنى الشبه المعنوي إنها تشبه الاستفهام معنى الاستفهام معنى همزة الاستفهام وهذه نسبة المعنى الحرفي مجرورة بكي وحذفت أليفها لدخول حرف الجر عليها وجئ بالهاء للسكت هاء السكت يؤتى بها في مثل هذه المواضع لكي لا نقف بالحركة الوقف لا بد أن يكون بالسكون الثاني الموضع الثاني من مواضع كي بصفتها حرف جر قولك جئت كي أكرم زيدا فأكرم فعل مضارع من باب الإفعال منصوب بأن منصوب بأن بعدكي أن مقدرة منصوب بأن المقدرة بعدكي وأن والفعل مقدران يعني مؤولان مؤولان بمصدر ذلك المصدر مجرور مصدر مجرور بكي للتعلم للتعلم التعلم يكون مجرورا والتقدير جئت كي إكرام زيد في هذا المثال جئت كي أكرم زيدا يعني لإكرام زيد كي إكرام زيد أي لإكرام زيد هذا بالنسبة إلى حرف كي وأما بالنسبة إلى لعل ومتى هناك تفصيل يذكره الشارح نذكره لاحقا بإذن الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على اللهم صل على